أهلا وسهلا بكم إذن حين تكلمنا عن النظام العشري قلنا أن قيمة العدد مرتبطة أساسا بالعناصر المكوينة له وموضع كل عنصر حيث أننا نقوم بجامع جداء كل عنصر بقوة الأساس المناسبة لموضعه حتى نحصل في الأخير على العدد الذي ننطلق منه إذن كان هذا في النظام العشري وقلنا أن أساس النظام العشري هو العدد عشر إذن ماذا عن النظام الثنائي؟ أكتب هنا كنوى للدارس لدينا في هذا الدارس النظام الثنائي وأبدأ برقم لن نتمم العمل على 2012 لأنه عدد كبير سأبدأ بالحديث عن الرقم 12 كيف قلنا أننا يمكن تقسيمه في النظام العشري أقوم بالقسمة على عشرة أحصل على واحد الباقي ثم أعود القسمة على عشرة فتكون الخارج الصفر والباقي واحد إذن قلنا هذا هو عددنا حيث أننا يمكن كتابته على الشكل اثنين في عشرة الصفر زائد واحد في عشرة يساوي اثنين في واحد اثنين زائد عشرة وهو في النهاية اثنين عشر إذن أننا قمنا بقسمتي على الأساس وطريقة الجمع نقوم بضربه ضرب في الأساس أس القوى المناسبة مثلا هنا لدينا سفر وواحد إذن أقوم بحذف كل هذا لنبدأ بالنظام الثنائي وكنا تسألنا في الدرس السابق نهاية الدرس السابق ماذا لو غيرت الأساس لأن في النظام الثنائي لدينا الأساس اثنين إذن أعود للعدد اثنين عشر ماذا لو قمت بدل تمثيله وبدل قسمته على العدد عشرة بقسمته على اثنين فأحصل على ستة الباقي ستة في اثنين اثنين عشر من اثنين عشر وصفر ثم أعود قسمته قسمته على اثنين فأحصل على ثلاثة والباقي سفر أيضا اثنين في ثلاثة ستة من ستة سفر ثم أعود قسمته على اثنين فأحصل على كم واحد واحد في اثنين اثنين من ثلاثة اه اكتب بلون غير واحد ثم أعود قسمته مرة أخرى على العدد اثنين تؤني يجب أن أغير أيضا رقم اثنين في القسمة السابقة لكن أقوم بذلك نهاية إذن قلنا واحد مقسومة على اثنين فنحصل على سفر والباقي واحد اثنين في السفر في اثنين سفر من واحد واحد هنا قلت كي نبقى في نفس اللون بنسبة للأساس اكتب اثنين باللون العربي وكما رأينا في النظام العشري قلنا أن العدد يكتب في هذا الاتجاه بتالي فسيكون العدد هو واحد هنا واحد واحد سفر سفر لكن يبدو العدد غريب نوعا ما كيف نقول أن هذا العدد يساوي العدد اثنين عشر سنقوم بعملية تجميع كما قمنا في في الدرس السابق بالنسبة للنظام العشري كيف قمنا بذلك قلنا أن هنا نقوم برفع الأساس كلما قمنا بالقسمة بتريسي يكون لدينا الأساس سفر واحد اثنين وثلاثة وطريقة الجامعة كانت أننا نقوم بالضرب الباقي في الأساس وس القوة المناسبة سفر زائد لدي أيضا هنا في المرتبة الثانية سفر أو ضارب اثنين سواحد زائد لدي أيضا هنا واحد في اثنين وس اثنين زائد نهاية لدي واحد ضارب اثنين س ثلاثة قمت بعملية الجامع وحصل على سفر في اثنين سفر اثنين سفر في اثنين س واحد سفر لدي اثنين اثنين اربعة في واحد اربعة ولدي اثنين ثلاثة ثمانية في واحد ثمانية 3 ستكون النتيجة 4 زي 18 12 أصل إلى نفس النتيجة التي انطلقت منها كيف يمكن أن نحلل ذلك كيف يمكن أن نحلل ذلك حين أقوم بالكسمة على 2 الباقي سيكون بالضرورة إما 0 أو 1 هذه نسميها بعناصر النظام كما رأينا في نظام العشري حين أقوم بالكسمة على 10 فالباقي سيكون بالضرورة ما بين الصفر والتسع إذن في النظام الثنائي نمثل أي عدد من الصفر والواحد إذن هذه عناصر النظام وكما رأينا أيضا في النظام العشري كل أكتب هنا الخارج الذي وصلنا إليه 1100 أو العدد الذي كنا وصلنا 1100 كنا قلنا أننا حين كتبنا العدد 2012 أن موضع كل عنصر مرتبط بالأساس بقوة معينة نفس الشيء في النظام الثنائي لكن في النظام الثنائي لدينا الأساس 12 أكتب هنا الأساس إذن كوحدات مئات وحدات عشرة مئات عشرة آلاف عشرة آلاف وكذا في النظام الثنائي لدينا وحدات لدينا 2 لدينا 4 لدينا 8 لدينا 16 لدينا 32 إذن ما هي إلا لو كتبت كما في النظام العشري كنا رأينا ما هي إلا 2 0 2 1 1 2 2 2 3 2 2 4 2 5 وهكذا إذن هي مرتبطة بالأساس أرفع دائما القوة بواحد كلما تجهشت نحو اليسار في هذا الاتجاه وبالتالي هذا قمنا به هنا أني قمت بالضرب في الخارج مع كل مرة ضرب العدد في 2 معرفة على الأساس هنا يمكن أن أكتب العدد ألف أو واحد واحد سافر سافر يساوي لدينا السافر في الوحدات من نظام ثنائي التي هي واحد زائد سافر في في مرتبة الثانية لديها اثنين زائد كم واحد في المرتبة الثالثة ضرب كم لديها هنا أربعة أربعة زائد كم لديها واحد في المرتبة الثالثة هنا لديها كم لديها ثمانية وتري أحصل على سافر زائد سافر زائد أربعة زائد ثمانية وهي سافر زائد سافر زائد أربعة زائد ثمانية إثنين عشر هذا نمثله في نظام الثنائي كتبونا إثنين وهذا في النظام العشري العدد الذي نعرفه أو نظام الذي نعرفه إذا نظام ثنائي نظام عناصره هي السفر واحد يمكن أن نستنتج ذلك بأنه حين نقوم بالقسمة على الثنين بالضرورة سيكون الباقي إما السفر أو واحد وأساسه هو الثنين يكتب على هذا الشكل وانتلاق من النظام الثنائي الذي هو مستعمل عن طريق الحواسيب أي أن المعلومات في الحواسيب تخزن بالنظام الثنائي وليس بالنظام العشري على هذا الشكل على تجميع من الواحد والسفر عند الآخر من النظام الثنائي هناك أنظمة أخرى أكثر وضوح بالنسبة للإنسان حين يكون لدي رقم كبير جدا سيكون هناك تجميع كبيرة من الواحد والسفر سيصعب على الإنسان فهم معناه فهناك أنظمة أخرى أكثر فهم من الإنسان ولكنها تعتمد على النظام الثنائي وهي النظام الثماني وستة وشاري وفي الدرس المقبل سنتعرف على النظام الثماني إن شاء الله بنفس الطريقة التي تعلمنا بها النظام الثنائي في هذا الدرس إلى اللقاء إذن